الربح من التسويق بالعمولة وخاصة باستعمال ترافيك المجاني يعتمد اساسا على الاستهداف الصحيح ان كنت تعرف طريقة ارسال الجمهور الصحيح للعرض الصحيح فحصولك على ارباح تتراوح من 100 دولار وتصل الى 300 دولار في الاسبوع يصبح امرا سهلا هذا ان كان على منصات التسويق بالعمولة مثل كليك بانك وCG Affiliates وغيرها من منصات التسويق بالعمولة كما نرى هنا في حسابي في CG Affiliates ها هي البالنس او حتى على مواقع مستقلة تقدم انظمة التسويق بالعمولة الخاصة بها مثل موقع IDPLR وموقع Hercules Plus دعونا نقوم بتحديث صفحة كما نرى ارباحي هنا تجاوزت 700 دولار وللحصول على جمهور مستهدف لعرض تسويق بالعمولة ما يوجد العشرات من الاستراتيجيات المجانية ولكن تبقى اهم هذه الاستراتيجيات هي استراتيجية التسويق بالمحتوى او Content Marketing كيف يمكننا اختيار النيتش المناسب لربح 100 دولارات اسبوعيا من التسويق بالعمولة حتى ان لم يكن لدينا موقع كبير او لم يكن لدينا خبرة ورأس مال للبدء في هذا المجال وكيف يمكننا كتابة مقالات حصرية باللغة الانجليزية وتصدر نتائج البحث في جوجل للحصول على الاف وربما عشرة الالاف من الزيارات المجانية المستهدفة وبالتالي الحصول على مبيعات اسبوعية لمعرفة اجوبة هذه الاسئلة ومعرفة كل المواقع والادوات المجانية التي سوف تمكننا من وصول الى هذا الرقم كل ما عليكم فعله هو مشاهدة هذا الشرح للاخير لكن قبل ذلك ارجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على خاصية All او الكل لتصلكم اشعارات بكل الشروحات القادمة والان بدون تضييع المزيد من الوقت دعونا نبدأ مباشرة في الشرح السلام عليكم ورحمة الله معكم هيثم في شرح جديد من قناة خارج الصندوق اذا كنتم غير مشتركين في مجموعتنا مجموعة خارج الصندوق على فيسبوك سوف اترك لكم رابط المجموعة في صندوق الوصف وانصحكم بالاشتراك لاننا هنا نتشارك الاستراتيجيات ونجيب على كل الاسئلة والنقاط الغير واضحة في الشروحات الفارطة كما ارجو منكم الاشتراك في حساباتي على انستغرام وتويتر سوف اترك لكم جميع روابط حساباتي على السوشال ميديا في صندوق الوصف معظمنا في هذه الايام يعتمد على محرك البحث جوجل كمصدر اساسي للمعلومات اذا كان لدينا سؤال في مجال معين او اردنا الوصول الى معلومة معينة نفتح مباشرة محرك البحث جوجل ونقوم بكتابة هذا السؤال املا في الحصول على المعلومة المناسبة او الاجابة المناسبة لسؤالنا وهنا يأتي دور صناع المحتوى الذين يقومون بكتابة مقالات تجيب على هذه الاسئلة للحصول على زيارات مجانية من محرك البحث جوجل وكلما كانت الزيارات اكثر كلما كانت نسبتهم في الارباح اكبر بعضهم يربح من الاعلانات مثل اعلانات جوجل ادسنس او اعلانات موقع يليكس البعض الاخر يربح من خلال الترويج لمنتجاته الخاصة لكن ما يهمنا نحن كمسوقين بالعمولة هو الربح من عروض التسويق بالعمولة لكن الخطأ الذي يقع فيه المسوقين المبتدئين انهم يقومون بانشاء مقالات في نيتشات او مجالات تكثر فيها المنافسة مثل نيتش الصحة او الهيلث المال او الويلث والريليشنشيبس او العلاقات وبالتالي نسبة ظهورهم في النتائج الاولى في محرك البحث جوجل تكون ضئيلة وضئيلة جدا والحل لتفادي هذا العائق هو البحث عن نيتش ليس فيه منافسة كبيرة وللحصول على افكار لنيتشات ليست فيها منافسة كبيرة سوف اترك لكم رابط هذه المقالة التي تحتوي على اكثر من 115 نيتش يمكنكم استهدافها للربح من التسويق بالعمولة مثلا يوجد نيتش الغولف نيتش الهوم سيكيوريتي نيتش الترافل او السفر مجال المنتجات الطبيعية او الارغانيك برودكتس وغيرها من المجالات هذه القائمة سوف تساعدكم على الحصول على افكار جديدة لنيتشات او مجالات يمكنكم استهدافها الطريقة الثانية للحصول على نيتشات ليس فيها منافسة كبيرة هي الماركتبليس الموجودة في منصات التسويق بالعمولة مثلا الماركتبليس في كليكبانك هنا علي يصار سوف نجد هذه القائمة وكمان نرى يوجد اكثر من كاتيجوري او صنف وتحت كل كاتيجوري يوجد نيتشات مثلا اذا ضغطنا على سام arts and entertainment سوف تظهر لنا مجموعة من النيتشات كما نرى architecture, art, body art, dance, fashion, film and television, humor, magic tricks وغيرها من النيتشات التي يمكننا استهدافها كذلك لو ضغطنا على كاتيجوري home and garden تظهر لنا مجموعة من النيتشات معظمها فيها منافسة ضعيفة مثلا نيتش gardening and horticulture اذا ضغطنا عليه كما نرى تظهر لنا مجموعة من العروض ولو لاحظتم هنا في الجرافيتي سكور جميع العروض لديها جرافيتي سكور ضعيفة وهذا يعني انه ليس هناك الكثير من المسوقين الذين يروجون لهذه العروض والسبب طبعا ليس لان هذه العروض ليست جيدة بل لان معظم المسوقين يستهدفون النيتشات الاكثر شهرة التي ذكرناها في اول هذا الشرح مثلا دعونا نلقي نظرة على هذا العرض عرض يستهدف البيكيبينغ او تربية النحل دعونا نقوم بفتح العرض اذا ها هي صفحة المنتج كما نرى اذا كما توقعت المنتج هو عبارة عن دليل يساعد المبتدئين المهتمين بمجال تربية النحل في بدء مشروعهم الخاص اذا كما قلنا هذا مثال على نيتش ليس فيه منافسة كبيرة ورغم ان اغلب المسوقين في كليكبانك يتجاهلون هذا العرض الا انه يمكن ان يكون مربح جدا فلنفترض اننا قمنا بالتسويق لهذا العرض وحصلنا على مبيع واحدة يوميا ارباحنا الشهرية سوف تتجاوز ال530 دولار دعونا اصدقائي نقوم بتطبيق الاستراتيجية على هذا النيتش وهذا العرض اذا سوف اضغط على promote ثم اضغط على create hop link كي اقوم باستخراج رابط التسويق بالعمولة الخاص به اذا اضغط على create hop link وهذا هو الرابط اضغط على copy واقوم بالاحتفاظ به في block note اذا اكتب offer نقطتين واقوم بلسق الربط اذا كما قلنا اصدقائي النيتشات التي تقل فيها المنافسة كثيرة وكثيرة جدا قوموا بالدخول الى اي marketplace في اي منصة التسويق بالعمولة وقوموا بالبحث عن نيتش تكون فيه المنافسة ضعيفة مثلا كما نرى هنا نيتش ال time management نيتش ال stress management ال self defense public speaking والنيتشات تعد بالمئات وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا من الخطوة الاولى لكن بما اننا سوف نقوم بكتابة مقالات في هذا النيتش السؤال المطروح هو ماذا لو لم يكن لدينا اي خبرة في هذا النيتش هذا ما يمر بنا الى الخطوة الثانية في هذا الشرح وهي البحث عن افكار مقالات في نفس النيتش وفي هذه الخطوة سوف نستعمل الادات المجانية keyword cheater هذه الادات بكل بساطة تطلب منها ادخال كلمة مفتاحية وتقوم هي اوتوماتيكيا باستخراج كل الاسئلة او long tail keywords التي يطرحها المستخدمون في محرك البحث جوجل حول هذه الكلمة مثلا انا اخترت نيتش ال be keeping او تربية النحل اذا سوف اكتب هنا how to be keeping كي تكون جميع الاقتراحات عبارة عن اسئلة لاننا اتفقنا ان معظم مستخدمي محرك البحث جوجل يكتبون اسئلة ثم سوف اضغط على start shooting وكمان ارى يقوم الموقع اوتوماتيكيا باستخراج long tail keywords او الكلمات المفتاحية الطويلة التي يمكننا استعمالها كعناوين لمقالاتنا اذا تركنا الادات تعمل فسوف تعطينا الاف الاقتراحات لذلك انا انصحكم بترك الادات تعمل للنهاية وذلك للحصول على اكبر عدد ممكن من الافكار لكن انا في هذا الشرح سوف اكتفي بهذا القدر اذا سوف اضغط على stop وهي long tail keywords او الكلمات المفتاحية التي حصلت عليها لكن طبعا لا يمكننا استعمال كل هذه الكلمات المفتاحية وذلك لسببين السبب الاول هو ان بعض هذه الكلمات المفتاحية تحصد عشرات عمليات البحث شهرية والاكيد انه لا يمكننا الحصول على الاف الزيارات من كلمة مفتاحية تحصد فقط عشرات عمليات البحث شهرية لذلك اول نقطة علينا ان نتأكد ان الكلمة المفتاحية التي سوف نعمل عليها يجب ان يكون لديها عمليات بحث شهري محترم والنقطة الثانية هو ان بعض هذه الكلمات المفتاحية عليها منافسة عالية وبالتالي اذا قمنا باستعمال هذه الكلمات فمن الصعب ان نظهر في النتائج الاولى في محرك البحث جوجل اذا الكلمة المفتاحية التي سوف نعمل عليها يجب ان تحقق شرطان الشرط الاول هو عدد عمليات بحث شهري محترم والشرط الثاني هو منافسة ضعيفة اذا الخطوة الموالية هي معرفة عدد عمليات البحث الشهري لياته الكلمات المفتاحية وللقيام بذلك سوف نستعمل الموقع المجاني جوجل ادز كما قلنا نحن نريد ان نظهر في نتائج محرك البحث جوجل وان تأتينا زيارات وافضل موقع ممكن ان يعطينا العدد الصحيح لعمليات البحث الشهري لياته الكلمات المفتاحية هو موقع جوجل ادز لانها بطبيعة الحال خدمة تابعة لشركة جوجل اذا سوف نقوم بتزيل الدخول في جوجل ادز اضغط على sign in ثم هنا في ياته القائمة في الاعلى سوف نضغط على tools and settings ثم نختار keyword planner وهنا لدينا خياران اما discover new keywords اي معرفة كلمات مفتاحية جديدة او get search volume and forecasts طبعا نحن نريد ان نعرف search volume او عدد عمليات البحث اذا سوف اضغط على get search volume وهنا علينا لصق جميع الكلمات المفتاحية اذا سوف اعود الى قائمة الكلمات المفتاحية اقوم بتحديدها جميعا ثم اضغط على copy اعود هنا واقوم بلصقها paste ثم اضغط على get started ظهرت لي هذه النتائج لكن طبعا هذه النتائج ليست صحيحة لانه هنا في location يوجد بلدي انا اريد ان اعرف عمليات البحث الشهري لهذه الكلمات المفتاحية في جميع الدول اذا سوف اضغط على تونيزيا واقوم بحذف البلد ثم اضغط على save وكمان ارى هي قد ظهرت النتائج الصحيحة سوف نأتي هنا في خانة average monthly searches ونقوم بالضغط كي يقوم الموقع بترتيب عمليات البحث من الاكثر الى الاقل وكمان ارى ها قد تم ترتيب الكلمات المفتاحية بعض الكلمات تحصد من الف الى عشرة الاف عمليات بحث شهري وبعضها يحصد من مئة الى الف والبعض الاخر من عشرة الى مئة نحن سوف نستهدف الكلمات التي تحصد من مئة الى الف عمليات بحث شهري فما فوق لان هذا العدد من عمليات البحث ممكن ان يأتينا بمبلغ محترم جدا شهريا لكن السؤال الان هل يمكننا العمل على كل هذه الكلمات المفتاحية اكيد لا لانه كما قلنا منذ قليل علينا ان نتأكد ان الكلمات المفتاحية التي سوف نعمل عليها فيها منافسة ضعيفة وللتأكد من هذه النقطة سوف نستعمل اداة Keyword Difficulty Checker التابعة لموقع طبعا سوف اترك لكم جميع المواقع والادوات المستعملة في هذا الشرح في صندوق الوصف وهنا دعوني انوه اصدقائي صعوبة المنافسة للكلمة المفتاحية التي سوف نعمل عليها يجب ان يكون من صفر الى سبعة اذا تجاوزت الkeyword difficulty او صعوبة المنافسة على الكلمة المفتاحية فمن الصعب لموقع جديد او مقالة جديدة المنافسة في هذه الكلمة المفتاحية لذلك الان علينا تجربة هذه الكلمات المفتاحية لنعرف مدى صعوبة المنافسة عليها اذا سوف نقوم بنسخ هذه الكلمات المفتاحية نبدأ باول كلمة مفتاحية نعود هنا ونقوم بلسقها في هذه الخانة خانة الكيورد نترك هذه الخانة على United States ونضغط على Check Keyword Difficulty اضغط على I am not a robot وكما نرى هذه الكلمة المفتاحية حصدت score او معدل 14 فيصعب المنافسة عليها كما نرى هنا المنافسة medium متوسطة اذا سوف نقوم بتجربة الكلمة المفتاحية الموالية بkeeping equipment نعود هنا نقوم بنسخ الكلمة المفتاحية ثم نضغط على Check Keyword Difficulty اضغط على I am not a robot وهذه الكلمة المفتاحية لديها score 63 والمنافسة hard او صعبة يعني انه من المستحيل لموقع جديد او مقالة جديدة المنافسة على هذه الكلمة المفتاحية اذا نقوم بتجربة الكلمة المفتاحية الموالية Copy نعود هنا Paste ونضغط على الزر Check I am not a robot هذه الكلمة المفتاحية ليس لها اي بيانات اذا نقوم بتكرار العملية مع بقية الكلمات المفتاحية الى ان نجد كلمة مفتاحية تكون صعوبة المنافسة عليها من 0 الى 7 مثل هذه الكلمة المفتاحية How to start a beehive without buying bees كما نرى حصدت score 3 والمنافسة عليها easy او سهلة اذا اصدقائي من السهل جدا المنافسة على هذه الكلمة المفتاحية والظهور في اول نتائج البحث اذا سوف اقوم بالاحتفاظ بهذه الكلمة المفتاحية في البلوك نوت اكتب keyword نقطة واقوم بالاحتفاظ بها طبعا انتم سوف تقومون باستخراج اكثر من كلمة مفتاحية لانه كما قلنا ادات keyword cheater تسمح لكم باستخراج الاف long tail keywords وبطبيعة الحال كل ما كتبتم مقالة اكثر في النيتش الذي تعملون عليه كل ما حصدتم مبيعات اكثر لعرض التسويق بالعمولة الذي تروجون له الان اصدقائي وجدنا النيتش الذي ليس فيه منافسة كبيرة وكذلك وجدنا عرض التسويق بالعمولة الذي سوف نربح منه في نفس النيتش كذلك وجدنا كلمة مفتاحية عليها عملية بحث محترمة والمنافسة فيها ليست كبيرة وبالتالي من السهل علينا تصدر نتائج البحث في جوجل اذا قمنا بانشاء مقالة حول هذه الكلمة المفتاحية وهذا ما يمر بنا الى النقطة الثالثة في هذا الشرح وهي انشاء مقالة حصرية وهنا دعوني اعطيكم سر سوف يساعدكم في تصدر نتائج البحث في اقصر مدة ممكنة وكذلك الظهور في اول النتائج ولما لا في النتيجة الاولى او الثانية والسر اصدقائي هو طول المقالة والهدف من انشاء مقالة اطول من مقالات منافسيك هو ان الزائر يمضي وقتا اكثر في قراءة المقالات الاطول وهذا يعطي مؤشر لمحرك البحث جوجل ان هذه المقالة بيرتيننت او ذات صلة وبالتالي الزوار يمضون وقتا اطول في هذا الموقع ونتيجة لذلك يقوم محرك البحث جوجل باذهار موقعك في مراكز افضل في نتائج البحث اذا ما يجب علينا فعله الان هو معرفة طول المقالات التي تظهر في العشر نتائج الاولى في محرك البحث جوجل عند كتابة الكلمة المفتاحية التي نستهدفها للقيام بذلك سوف نقوم بالدخول الى محرك البحث جوجل ونقوم بكتابة الكلمة المفتاحية ثم نقوم بالبحث وها قد ظهرت لنا النتائج ها هي كل النتائج اذا سوف نقوم بفتح كل نتيجة على حدة هذا هو الموقع الاول الموقع الثاني النتيجة الثالثة هي بين او منشور في موقع بينترست وهذا ما يفسر سهولة هذه الكلمة المفتاحية كما نرى النتيجة الثالثة هي عبارة عن بين لن نقوم بفتح هذه البين سوف نقوم بفتح الموقع الموالي كما نرى نتيجة اخرى في موقع كورا لن نفتحها ايضا سوف نفتح الموقع الموالي ثم الموقع الذي يليه وبهاته الطريقة نكون قد فتحنا جميع المقالات التي تستهدف نفس الكلمة المفتاحية التي نعمل عليها الآن سوف نقوم بالدخول إلى النتيجة الأولى ثم سوف نقوم بتحديد كل المقالة هكذا ونضغط ضغط يمين سوف أترك لكم رابط هذه الأدات أدات WordCounter التي تقوم بحساب الكلمات التي نقوم بتضليلها إذن تقومون بتثبيت الأدات على متصفح كروم وسوف تظهر لكم بهاته الطريقة إذن سوف أضغط على الأدات WordCounter Plus وكما نرى هذه المقالة فيها 674 كلمة نمر للمقالة الموالية كالعادة نقوم بتحديد جميع فقرات هذه المقالة ثم نضغط على أدات WordCounter هذه المقالة فيها 1794 كلمة نمر إلى المقالة الموالية نقوم بتحديد جميع الفقرات ونضغط على أدات WordCounter Plus هذه المقالة فيها 3046 كلمة الآن نمر إلى المقالة الموالية قمنا بتحديد جميع الفقرات أضغط على Word Counter Plus هذه المقالة فيها 1912 كلمة نمر الآن إلى المقالة الأخيرة كالعادة نقوم بتحديد جميع الفقارات إذن المقالة الأخيرة فيها 852 كلمة إذن أطول مقالة هي هذه المقالة التي تحتوي على 3376 كلمة الفكرة الآن هو أننا إذا تمكننا من كتابة مقالة تحتوي على 3500 كلمة وتكون Pertinent أو ذات صلة فمن السهل جدا أن تظهر مقالتنا في النتيجة الأولى أو الثانية أو الثالثة على أقصى تقدير وبالتالي يكون لنا النصيب الأكبر من الزيارات والموقع المجاني الذي سوف نضع فيه مقالتنا هو موقع Google Sites إذن سوف نقوم بالدخول إلى sites.google.com نقوم بتسجيل الدخول باستعمال حسابنا في Gmail إلى أن نصل إلى هذه الصفحة وهنا سوف نضغط على Blank ونقوم بوضع عنوان المقالة الذي سوف يكون الكلمة المفتاحية إذن سوف أقوم بنسخ الكلمة المفتاحية Copy ونقوم بلسقها هنا في مكان Your Page Title إذن أقوم بلسق الجملة Paste أضعها بهذا الشكل ثم سوف نقوم باختيار قالب لصفحتنا للقيام بذلك سوف نضغط على Themes ونقوم باختيار قالب من هذه القوالب المجانية سوف أختار هذا القالب مثلا هنا مكتوب Enter Site Name أقوم بلسق عنوان الصفحة هنا ويمكننا وضع صورة لها علاقة بالمقالة في الخلفية للحصول على صورة مجانية سوف أستعمل محرك البحث Google إذن بعد الدخول إلى Google.com سوف أكتب Be Keeping وأقوم بالبحث أضغط على Images وأختار مثلا هذه الصورة أقوم بتسجيلها على سطح المكتب إذن أختار Desktop Save أعود هنا أضغط على Change Image ثم أضغط على Upload أختار الصورة التي قمت بتحميلها ها هي وكمان أرى أصبحت الصورة في الخلفية الآن كل ما علينا فعله هو إكمال هذه المقالة بوضع محتوى ذو سلة وحصري في نفس الوقت وهنا يأتي دور الآدات الكنز آدات AI SEO هذه الآدات هي بالأساس آدات Copywriting أو آدات إنشاء محتوى وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والمفاجأة أصدقائي أن هذه الآدات تقوم بإنشاء محتوى حصري بنسبة 100% وفي نفس الوقت ذو جودة عالية جداً كالعادة سوف أترك لكم رابط هذه الآدات في صندوق الوصف آدات AI SEO تسمح لنا بإنشاء حساب مجاني يخول لنا إنشاء عدد معين من الكلمات ثم بعد انتهاء الكريدت يمكنكم إما إنشاء حساب مجاني جديد أو شراء واحد من الخطط المدفوعة مثلاً خطة Grow لن تكلفكم أكثر من 19 دولار شهرياً وتسمح لكم بكتابة أكثر من 50 ألف كلمة أي تقريباً 15 مقالة حصرية شهرياً إذن لإنشاء حساب مجاني في هذه الأدات سوف نضغط على Get Started For Free ثم نضغط على Sign In With Email وهنا في الأعلى سوف نضغط على Sign Up نقوم بإدخال الاسم الإيميل وإنشاء كلمة مرور أو باسورد بعد ذلك نضغط على Sign Up تقول لنا الأدات أنه تم إرسال رسالة تفعيل إلى حسابنا في جيميل إذا عدنا إلى حسابنا ها هو الإيميل قد وصلنا نقوم بفتحه ثم نضغط على هذا الرابط لتفعيل الحساب تقول لنا الأدات Your Email Has Been Verified إذن أضغط على Continue الآن أقوم بإدخال الإيميل والباسورد إذن أضع الإيميل ثم أقوم بإدخال الباسورد وأضغط على Sign In ليتم تحويلنا إلى الداشبورد أو الصفحة الرئيسية كما يظهر أمامكم أصدقائي الحساب المجاني يعطينا 60 كريدت والتي تسمح لنا بإنشاء مقالة طولها 1700 كلمة تقريبا ولحسن الحظ يمكننا الحصول على كريدتس إضافية بالضغط هنا على Earn Free Credits أقوم بالضغط هنا كما نرى إذا تركنا ريفيو على موقع G2 فيمكننا الحصول على 500 كريدت والتي تعادل 50 ألف كلمة مجانية كذلك إذا وضعنا ريفيو على موقع Product Hunt يمكننا الحصول على 10 ألاف كلمة مجانية أما على Chrome Store فسوف نحصل على 7500 كلمة مجانية وهكذا دواليك يمكنك ترك ريفيو على كل هذه المنصات ثم مراسلتهم مع وضع سكرينشوت وسوف تحصل على كل هذه الكريدتس المجانية أما إذا أردت تفادي كل هذا وترقية حسابك فسوف تضغط على Upgrade Now ثم تضغط على Paying Monthly أو الدفع الشهري وتختار خطة Algro التي أراها مناسبة جدا الآن أصدقائي كيف يمكننا إنشاء مقالة حصرية وذات جودة عالية جدا نتصدر بها نتائج البحث سوف نأتي إلى هذه القائمة هنا ونضغط على Article Generator وهنا سوف نشرع في إنشاء المقالة إذن أول شيء يطلب مننا إدخال التوبيك أو الموضوع أنا شخصيا سوف أقوم بإدخال عنوان المقالة أو الكلمة المفتاحية الرئيسية أقوم بنسخها وأقوم بإدخالها هنا Paste هنا في الميتا ديسكريبشن علينا إدخال وصف صغير لمقالتنا أول شيء سوف أعيد الكلمة المفتاحية ثم سوف أضغط على Enter ثم أعود إلى محرك البحث جوجل وأقوم بالبحث مرة أخرى عن المقالات التي تتحدث عن نفس الكلمة المفتاحية التي أستهدفها إذن أقوم بالبحث عن نفس الكلمة المفتاحية وهذه المقالات أقوم بفتح أول مقالة وأقوم بنسخ أول فقرة في هذه المقالة التي بطبيعة الحال سوف تكون المقدمة Copy ثم أعود هنا وأقوم بلسقها في الميتا ديسكريبشن كي تقوم الآدات بإنشاء المقالة بناء على هذه الديسكريبشن هنا في الكيووردز سوف نقوم بإدخال الكلمة المفتاحية مرة أخرى ثم نضغط على Enter ونضيف كلمات مفتاحية أخرى مثلا أكتب Beehive Bekeeping Buying Bees وهكذا دوليك إذن تقومون بإدخال أكبر عدد ممكن من الكلمات المفتاحية التي لها علاقة بموضوع المقالة هنا في اللانجوج سوف نتركها على إنجليش طبعا ونضغط على Generate Ideas لتقترح علي الأدات مجموعة من المواضيع كلها تتمحور حول الكلمة المفتاحية التي قمت بإدخالها وجميع الإقتراحات تعتبر في صلب الموضوع مثلا سوف أختار الموضوع الثالث Start a Beehive without buying Bees The Ultimate Guide إذن أضغط على Select ثم سوف نضغط على Generate Entros أو صنع المقدمات إذن أضغط على Generate Entros وكما نرى اقترحت علي الأدات ثلاث مقدمات جميعها تحتوي على الكلمة المفتاحية الرئيسية وهي Start a Beehive without buying Bees إذن سوف أختار المقدمة الثالثة أضغط على Select ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل ونضغط على Generate Outline والOutlines هي النقاط التي سوف نتحدث عليها في المقالة كما نرى يمكننا قراءة النقاط هنا هذا هو الاقتراح الأول فيه أربعة نقاط الاقتراح الثاني فيه خمس نقاط والاقتراح الثالث فيه ستة نقاط إذن نختار الاقتراح الذي يحتوي النقاط الأقرب إلى الكلمة المفتاحية الرئيسية في هذه الحالة جميع الاقتراحات تقريبا هي في صلب الموضوع إذن سوف أختار الاقتراح الثالث أضغط على Select وفي النهاية نقوم بالنزول إلى الأسفل ونضغط على Create Your Blog لتقوم الأدات بإنشاء البلوغ أو المقالة وهي قد تم إنشاء المقالة بنجاح ولكي نتأكد أن هذه المقالة حصرية بنسبة 100% سوف نقوم بنسخ أول فقرتين في هذه المقالة هكذا نضغط على Ctrl-C لنسخ الفقرات ثم سوف نذهب إلى موقع Plagiarism Detector وهذا الموقع يقوم بفحص المقالة ليقول لنا إن كانت حصرية أو منسوخة إذن سوف أقوم بالنزول إلى الأسفل وأقوم بلسق أول فقرتين هنا ثم أضغط على Check Plagiarism ننتظر قليلا حتى يقوم الموقع بفحص المقالة وكما نرى المقالة Unic أو حصرية بنسبة 100% دعونا نجرب الثلاث فقرات الموالية نقوم بنسخها Ctrl-C لنسخ الفقرات نعود هنا ونقوم بلسقها في هذا المكان Ctrl-V أضغط على Check Plagiarism ننتظر حتى يقوم الموقع بفحص الفقرات وكما هو متوقع الفقرات حصرية بنسبة 100% كما قلت لكم منذ قليل الحساب المجاني في موقع AI SEO يسمح لكم بإنشاء عدد كلمات معين أنا هنا سمح لي بإنشاء 1520 كلمة إذن إذا أردت الوصول إلى 3500 كلمة علي بكل بساطة إنشاء حساب جديد مجاني وإنشاء مقالة جديدة تتحدث عن نفس الموضوع ثم أقوم بدمج المقالتين أو بكل بساطة يمكنني ترقية حسابي وبالتالي يمكنني إنشاء مقالات طويلة يتجاوز طولها 5000 كلمة بما أن طريقة إنشاء المقالة تبقى نفسها أنا سوف أكتفي بهذا القدر لكن فلنفترض أنني أنشأت مقالة طولها 3500 كلمة الآن كل ما علي فعله هو نسخ ونسخ هذه المقالة في صفحتي في جوجل سايتس للقيام بذلك سوف نعود إلى موقع جوجل سايتس أضغط هنا على Insert ثم أضغط على Textbox ونبدأ في نسخ المقالة أول شيء سوف ننسخ هذه الفقرة إذن نقوم بتضليلها ثم نضغط على Ctrl-C نعود هنا ونقوم بلسقها بعد ذلك أضغط على Textbox مرة أخرى وأقوم بنسخ الintroduction أو المقدمة أقوم بتضليلها Ctrl-C أعود هنا Ctrl-V ونفس الشيء لبقية الفقرات أضغط على Textbox أعود هنا النقطة الأولى أقوم بتضليلها Ctrl-C أعود هنا Ctrl-V إذن سوف أقوم بأكمال بقية المقالة ثم أعود إليكم إذن أصدقائي قمت بنسخ ولسق كل المقالة والآن لإضافة بعض الجمالية والاحترافية على هذه المقالة سوف نقوم بإضافة بعض الصور إذن قمت بالدخول إلى محرك البحث جوجل وكتبت Be Keeping سوف أضغط على Enter الآن أضغط على Images وبما أننا نهدف إلى الظهور في نتائج جوجل فعلينا استعمال صور ليس فيها حقوق وللوصول إلى مثل هذه الصور سوف نضغط على Tools وهنا في Usage Rights سوف أختار Creative Commons Licenses إذن أضغط على هذا الخيار وهذه الصور التي يمكننا استعمالها سوف أقوم بفتح الصورة الأولى وأقوم بتسجيلها على سطح المكتب Save ثم أختار صورة أخرى مثل هذه الصورة أقوم بتسجيلها على سطح المكتب Save ثم أعود إلى مقالتي وهنا في Insert على اليمين سوف نضغط على Images Upload وأختار مثلا الصورة الأولى ها هي أضغط على Open أقوم بتكبيرها بعض الشيء ثم أقوم بوضعها في الوسط نأتي هنا مثلا قبل الفقرة الرابعة كالعادة نضغط على Images Upload ونقوم بوضع الصورة الثانية ها هي نقوم بتحديدها والضغط على Open نقوم بتكبيرها بعض الشيء ثم نقوم بوضعها في الوسط وبهاته الطريقة أصبحت لدينا مقالة حصرية واحترافية بقيت لدينا نقطة أخيرة قبل أن نقوم بنشرهاته المقالة وهي وضع روابط التسويق بالعمولة ولتحفيز الزوار للضغط على رابط التسويق بالعمولة علينا وضع بعض ال Call to Actions والتي بالمناسبة يمكننا استخراجها من صفحة المنتج إذن سوف أقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي والذي استخرجته في الخطوة الأولى في هذا الشرح Copy ثم أقوم بفتحه مثلا سوف أقوم بنسخ هذه الجملة Copy ثم أعود هنا وأقوم بوضعها بعد الفقرة الثانية نأتي هنا أضغط على Insert Text Box وأقوم بلسق الجملة ثم نبحث عن Call to Actions أخرى مثلا هاته Copy أعود هنا ونضعها بعد الفقرة الرابعة أضغط على Text Box وأقوم بلسقها هنا طبعا هاته الجملة لا تعتبر Call to Action لأنه ليس فيها فعل إذن يمكنني إضافة Click here to discover إذن الجملة أصبحت Click here to discover بيكيبينغ 101 بيكيبرز 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 مانويل هكذا يمكن اعتبارها Call to Action يمكننا إضافة Call to Action ثالثة إذن نعود إلى صفحة المنتج مثلا يمكننا أخذ سكرينشوت لهذا الجزء ووضعه كCall to Action إذن سوف أقوم بأخذ سكرينشوت أقوم بوضع سكرينشوت على سطح المكتب أختار Desktop Save أعود هنا ونأتي في آخر المقالة ونضغط على Images Upload ونختار الصورة نقوم بتكبيرها هكذا ونقوم بوضعها في الوسط وفي النهاية سوف نقوم بتحويل هاته الكولتو أكشن إلى رابط يقوم بتحويل الزئر إلى صفحة العرض إذن سوف أقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص به مرة أخرى Copy ثم نقوم بتضليل الكولتو أكشن الأولى هكذا ثم نضغط على علامة Insert Link أو إضافة رابط أقوم بوضع الرابط Paste وأضغط على Apply نقوم بنفس الشيء بالنسبة للكولتو أكشن الثانية هكذا أضغط على Insert Link وأقوم بلسق رابط التسويق بالعمولة الخاص به ثم أضغط على Apply وفي النهاية أضغط على Screenshot ثم أضغط على زر Insert Link وأقوم بلسق الرابط Paste ثم أضغط على Apply وبعد الانتهاء من كل هذه الإعدادات سوف نضغط على Publish هنا علينا اختيار اسم لرابط المقالة مثلا سوف أختار Bekeeping Manual 101 الاسم كما نرى متاح في Who Can View My Site نتأكد أن الخيار هو Anyone أي شخص يمكنه رؤية هذا الموقع ثم نضغط على Publish دعونا الآن نقوم بنفس خرابط هذه المقالة Copy Link ثم نقوم بفتحها في متصفح مخفي Paste and Go وكما نرى ها هي مقالتنا مقالة حصرية واحترافية ها هو الكلتو أكشن الأول إذا ضغط عليه العميل سوف يتم تحويله إلى صفحة المنتج كذلك الكلتو أكشن الثاني يقوم بتحويل الزوار إلى صفحة المنتج إذا ضغط العميل على Order Now سوف يتم بطبيعة الحال تحويله إلى صفحة المنتج وبهذه الطريقة نحن نكون قد حققنا كل الشروط للظهور في النتائج الأولى في محرك البحث جوجل بالنسبة لهذه الكلمة المفتاحية وبإذن الله الحصول على عشرات وربما مئات المبيعات في الشهر وإذا كنت قد وصلت إلى هذا الجزء من الشرح دعني أقدم لك هذه الهدية البسيطة وهي طريقة لمساعدة محركة البحث على أرشفة المقالة في أسرع وقت ممكن وهذا سوف يساعدك كثيرا في الحصول على أرباح في مدة وجيزة الموقع الأول الذي سوف يساعدنا في هذه الخطوة هو موقع جوجل سيرتش كونسول سوف أترك لكم طبعا رابط الموقع في صندوق الوصف واللي كي نتمكن من طلب أرشفة موقعينا عن طريق جوجل سيرتش كونسول علينا رابط هذه المقالة بحساب جوجل أناليتيكس إذن سوف نقوم بفتح موقع ثم نضغط على هنا علينا إدخال ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل نعلم على ونضغط على هنا في سوف نقوم بإدخال نفس اسم الموقع إذن ها هو أقوم بإدخال الاسم هنا ثم أضغط على هنا في يمكنكم اختيار أي كاتيجوري أنا مثلا سوف أختار بيزنس سوف أختار ميديوم وهنا في هذه الخيارات سوف أختار كذلك أقوم بالنزول إلى الأسفل وأضغط على هنا في الدولة سوف أختار بلدي تونس ثم أقوم بالتعليم على هذه الخانة بعد ذلك أقوم بالنزول إلى الأسفل وأقوم أيضا بالتعليم على الخانة الثانية وأضغط على أضغط على أضغط على والآن سوف نقوم بإضافة أو ملكية جديدة هنا في سوف أختار ويطلب مننا الموقع إدخال رابط المقالة إذن سوف أقوم بنسخه اعود هنا وأقوم بلسقه أتخلص من وهنا سوف أسميه أيضا بكيبينج مانوول وأضغط على الآن ما يهمنا هو هذا ال سوف نقوم بنسخه بالضغط على هذا الزر ثم نعود إلى مقالتنا نضغط على زر الإعدادات في الأعلى وفي هذه القائمة على اليسار سوف نختار ثم نقوم بلسق هنا كما نرى تم تفعيل الآن يمكننا إغلاق هذه النافذة كما نرى والآن يمكننا غلق هذه النافذة إذن كما نرى تم إضافة هنا وهذا ما سيسمح لنا بطلب أرشفة مقالتنا على Google Search Console إذن سوف نعود إلى Google Search Console نضغط على Start Now نعود إلى مقالتنا نضغط على Copy Published Site Link لنسخ الرابط أضغط على ثم نعود إلى Google Search Console وهنا في سوف نقوم بلسق الرابط سوف نتخلص من سلاش والهوم نقوم بالتخلص منها ثم نضغط على Continue وكمان ارى ownership auto verified الآن تم التحقق من ملكيتنا لهذه المقالة اضغط على go to property اضغط على start وكمان ارى هنا في properties ها هو الموقع موجود الآن سوف اضغط على url inspection اقوم بلسق الرابط هنا لكن هذه المرة مع كلمة how ثم اقوم بالبحث لو تلاحظون هنا النتيجة هي url is not on google الرابط ليس موجود في محرك البحث جوجل كل ما علينا فعله بكل بساطة سوف نضغط على request indexing طلب ارشفة الموقع ننتظر قليلا والنتيجة indexing requested تم طلب الارشفة بنجاح وفي النهاية اضغط على got it الطريقة الثانية التي سوف تساعدنا في الظهور في نتائج جوجل وتصدر نتائج البحث في اقصر مدة ممكنة هي عن طريق الping او الاشعارات سوف اترك لكم رابط هذا الموقع موقع pingler الذي يقوم باشعار محركة البحث ان هناك موقع جديد تم انشاؤه وعليكم ارشفته اذا بعد الدخول الى موقع pingler سوف نأتي هنا في ping your url for free ونقوم بادخال المعلومات اللازمة اول شيء title والذي سوف يكون الkeyword طبعا سوف يكون عنوان مقالتنا اقوم بنسخه copy اعود هنا واقوم بلسقه paste الان علينا ادخال رابط المقالة اقوم باستخراجه بالضغط هنا ثم اضغط على copy link واقوم بلسقه في مكان الرابط paste في الكاتيجوري علينا اختيار الكاتيجوري المناسبة وهذا مهم جدا اذا بالنسبة لي سوف اختار home and garden وكذلك business وفي النهاية اضغط على ping كما نرى starting ping process علي الانتظار دقيقتان حتى يأتي دوري وفي النهاية ها هي النتيجة اصدقائي تم اشعار جميع محركة البحث ان مقالتي تطلبوا الارشفة كما نرى result او النتيجة اوكي 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 جميعها اوكي وping processing complete هاتين الخطوة اصدقائي سوف يساعدين بطريقة خرافية على ارشفة مقالتكم في اسرع مدة ممكنة وبالتالي ان شاء الله حصولكم على ارباح في مدة وجيزة الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية شرح اليوم اذا عجبكم الشرح لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس على خاصية all او الكل لتصلكم اشعارات بكل الشروحات القادمة انا لم يبقى لي الا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح واراكم باذن الله في شرح الناحق اشتركوا في القناة